ستجي اقتل بقى شوية ده اللي استرعت واتخرمت من جوه وفاقه ايه السطر علي ده اللي مش عال فاعد ولا اركز وعايز افتح المسلسل بقى اتفرج عليه كلي رجلي كده شوية وهتبقى في شوية ميا وملح كده منقع رجلي فيه ودعكهال كده والنبي وراي مذاكرة يا طانت بما خلص بس مع الودة المذاكرة بتاعته قاعد يزيفتي بقى خلص معاك ام المذاكرة دي انا ولسه ورايه حاجات كتيرة انا اوه عايز اعملها في البيت قبلي بابك ما يجي ماشي يا مام يلا فكر معاى كده كل ما اغدين جدوى الدار بخمسة خمسة في ثلاثة بتسوي كام خمسة في ثلاثة بتسوي كام طبعا يا ولاا دي عايزة كلام ده جدوى الدار بالخمسة ده حاجة سهلة خالص عارف انت لو حافظته كانك حافظت جدوى الدار بكل حاجة كده كده في sodel ثاني بس يا طانت عشان يفكر طيب يا سيدي لو عكسنا هي مش همحتاجة يا فكاكا طانط بعد إذنك بس لو سمحت ثانية واحدة عشان بس يفكر ويعرف يجاوب عشان يشغل دماغه شوية طيب لو قلنا 25 زائد 15 هتسوي كام؟ هعملهم لكده على جنب كده وقول النتج اللي طلعته كام يلا يا حبيبي يلا يا ولا حطوم تحت بعض كده هو أيوة 5 زائد 5 صفر ومعانا الواحد فوقه هو أيوة برافو عليك يبقى 40 ايو والله يا ماما كنت لسه أحسبها بس سنين اللي قال يا طانط بعد إذنك لو سمحت إديني فرصة أخلي الولد ماغه تشتغل لو سمحت طيب يا ستلا المهندسة الدكتورة ماشي يا قبلة ركز معي يا حمصة وقولي 30 ناقص 20 تسوي كام؟ يلا يا دي محتاجة يا فكاكا يلا يا ولا شغل دماغه تسوي عشرة يحتاج يا حمد اشتني ما يخلي الولد يفكر شوية هو لا يعلم مش عارفة النتجة ما لا عارفة النتجة مستنيعه هو يفكر انت هتعلق صوتك علي ولا هي قالت لها بنتي؟ هلو قوي دي أنا حر أجاوب زي ما أنا عايزة الحاجة السهلة يعرف بجاوب باي المشكلة يعني؟ مجاوبش قولي يا ابني ستة في ستة بتسوي كام؟ دي أسهل سؤال 36 بقولك يا يا حمد الولد عنده امتحان بكرة أبص يديك سبيل أزاكر مع الولد وما تجاوبش يا ستة حاجة أنا ما قلت لكي سيز أنا بقى أهولة سألتك أنا جاعل قوي أماما وعايزاكل مش وقت وما بقى خلاص الزفت المزاكر الفئدرة دي خلاص نخلص طيب اجمع يا سيدي 25 زائد 25 هتسوي كام؟ بص يا حبيبي بتحطهم في بعض وتجمع عادة فيش فيها أي حاجة هتسوي 50 ماما أنا جاعل وأعايز أدخل الحمام ممكن أهم أدخل الحمام؟ ما تقوم يا بيتي بقى تجيبلي مية سخنة كده وحطوا لي فيها شوية منحة عايزة حط رجلي فيهم؟ رجلي شقعت وأشقشت كده هوت وتعبت أولتي ياخت ما أقولكيش حاجة تقومي تعملها أبدا لازم تقعد تهري وتنكوتي كده في نفسك؟ المايا ما أطعم وش هتجر مع عرضها خالص خلاص خليلي بقى تذكر مع الولا وانت عايزة تركز معايا بقى أنا أزهد ودي يا حموصة أمي يا والا هتلي الشال بتاعها من جوه حصل لحاسس أن نروك بقى راس راسة من البرد ومعدتش قادرة تستنى بس شوية خلينا أركز مع الولا خلي خلص قوم المزاكرة ده وجبلك اللي أنت عايزة هاستطربين علي يا اختينا أخرى أنت ما قادرتش علي الحمرك هتدرع البلدعة ايهت درع على ابنك أول اللي الفقولك هي يا أمي محمس هاتي كده موبيلك ما اعمل مني مكالمة كدا هو على السريع أطمن علي العيل اولادي أصلا قلب ووكلني عليهم كدة النهاردة اصلا موبيل فصل موبيل فصل موبيل فصل هيطانب كنت شافك لث كنت بتتكلم منه ولي هيفصل ده كانت لسا جايب أقولك من شحن مية في المية ايش ابني لسه شحلك النهاردة ياختي ومعاك رصيد قد كده هاتي كده اما اتكلم منه شوية طب ماهو شحلك انت كمان يا حمادي ما تتكلم منه انت عايزت خلاصلي ياختي الرصيد كده على طول هاتي اما اتكلم معاك شوية المشكلة وانت يعني بتكلم منه موبايل فصل اه انا ماشي اشعش فروكة بك خلوة قوي دي يعني مش عايز تديني موبايل عشان اتكلم منه ما ابني اللي شحنه يلا ستات اخر زمن وانخشي بقيا ولا بقهت للشال بتاعي بقى رجليا راس راسة من البج تاتي ارفني انت ومت ماما انا جعل ما هو دل انت فالح فيه ماما انا جعل ماما انا عادشان ماما انا عايز اعمل بيب بيب لكن المذكرة مفيش مذكرة وانت الصوت اجي اختبأ شوية دل استرعت واتخرمت من جوا وفق ايه ايه الصوت العالي دالي مش عالفاعد ولا اركز وعايز افتح المسلسل بقى تفرج عليه مسلسل اي حماتي اللي تفتحي دلوقتي بس انا بذكر مع الولا ما ينفعش الوقت ان يفتح التلفزيون الولا هيشتل كده ومش هيركز لا انا مليش دعوة المسلسل اللي انا بتابعه جيه انا عايز اتفرج عليه ادخل ايه اختي الزكري في اي حتة انشان انا تعودوا على السل مبارة تذكره انا لا اخنقل محشي اموه من اللي في المطبخ بقى سلام طبعا انا وتعالى عشان نذكر يلا على طول بقى طبعا معاك يا قلة الزمان ولا قدت كده كنت قاعد التلات اربع عيال حواليا كده واقعد ازاكرهم ولا كان حد يفتح بقه ولا يقول لان عطشانه ولا جاعة كانت الشيبش بتحت رجلي اللي يفتح بقه قدره بالشيبش بطول لكن يانت بتعملي ده اسمه دلع ولا عارف اناكز مع الولا بسببك يا حماتي انا كل مسأل ولا سؤالة لكنت اللي ردت علي لا بتشيب الولا يا فخر ولاي اشوف هاجاب صحة ولا غلط حتى مع طول ما انت انسانك طويل كده عمرك ما هتفلاحك تربيتي الولد اتعلمي مني يا خايبة شكرا مش عايز اتعلم حاجة يلا اشوفكم بقى على خير يا اصحابي بكرة في حلقة جديدة وكسة جديدة مع كسة وحكايات مامانونة والواجحة مصة وما تنسوش دعاموني باللايك والاشتراك والكومنت الجميل اللي زيكم يلا باي